وفضل الشاب يقرب من ماسا وماسا ترجع لورا ما تفكرش تقرب مني خطوة زيادة فاهم احسن انا ممكن اوديك في ستين ده ما تعرفش ماسا ممكن تعمل فيك ايه انا من اشد المعجبين بيكي وشد ماسا عليه وماسا فضل التحول تبعد عنه لكن كان ماسيك هجامد وماسا فضل التصرخ وفي الوقت ده جا عمران وشد الشاب وماسا جريت عليه وقفت ورا ظهره ماسا انت كويسة صح اه اه انا كويسة وعمران نزل ضربي في الشاب ده بكل قوته ازاي تفكر تحاول تعمل كده مع ستك يا حيوان انت ونزل ضربي فيه وخد عمران ماسا وخرج بها وعمران قال لها وما كنتش عايزان اجي اخدك الحمد لله اني جيت خدتك يا ماسا شكرا لك يا عمران انا ممنونة لك بجد على اللي عملته معايا تاني موقف تنقذني منه لو علي عايز احميكي من كل الدنيا يا ماسا المهم عندي انك كويسة انا كويسة وكويسة اوي اوي كمان من النهار ده ورايح هتكون الموصلات بتاعك علشان احميكي انت بترجع بالليل اوي اموال انت فاكر التمثيل اي يا عمران التمثيل ده مش سهل كده هو لا سهل الفنان يقدر يوصل للي هو فيه ده بسهولة ده انا كان بقى لسنين بعافر بعافر ورا حلمي ووصلت لي بعد تعب كبير اوي لكل مجتهد نصيب يا ماسا تيجي نتجنن سوا دلوقتي جوابي مطر يا مجنون ده احلى وقت للجنان وفتح العربية ونزلوا من العربية وبيجروا تحت المطر طلعت مجنون والله انا من عشاء المطر وانا كمان بحب المطر اوي ومجرد ريحة المطر بترد روحي وعمران وماسا بدأوا يلعبوا تحت المطر وهدوم ماسا بقت كلها مية في انتظار دور برد عميق للغاية وعمران قلع الجاكت بتاعه وحط الجاكت على ماسا وانا جنبك البرد يخافي يقرب منك يا ستة مازا عيب عليك لما تهنيني لا عيب تيجي نروح مكان هتحبيه اوي ويركبوا لعربية ونزل عمران في مكان بسيط الناس كانت بتبيه حمص ودرة انا بحبهم اوي وقرب من بتاع الحمص وقال له يا حاج انا عايز احلى كبايتين حمص لا احلى مسا في الدنيا احلى واجمل حمص ليكم واخد منه عمران وماسا كانت مبسوطة لانها بتحب الاماكن البسيطة دي بجد طعم حلو اوي وانا بحبه هيخليك الحقيق كل اللي نفسك فيه بس اللي على قدي انا بحب البساطة اصلا مانا كنت عيشة الاول كده يا ابني هو انا مولودة ممثلة يعني وعمران رح جاب لها دورة وبدأوا ياكلوا مع بعض وماسا حست ان السعادة امتلكت قلبها تعرفي الحاجات دي خلتني سعيدة اوي يا عمران انا بشكرك واول مرة رح مكان هادي زي ده كده واعود كده من غير دوشة الجمهور اتمنى كني ادري تساعدك فعلا يا ماسا اوي 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 يا عمران وخلصوا ووصلها عمران لحد الفيلا بتاعتها هو مش عمران وهو مبسوط وطلعت ماسا وكانت فرحانة ونهر قالت لها لسا بادري يا ستة هانب ما ترجع يا حبيبتي مكان ما جيتي خلصت وخرجت شوية انا وعمران اه عمران وشكل الحب ده القلب حبي يا نهر تعرفي تسكتي اسكت هسكت ده ايه ده انا لو فضلت سكتة المدت دي احس انها موت يلا يا رغاية انا هل كان من قطر التعب وعايز انام ودخلت ماسا علشان تنام ولقت الشاكت عليها وابتسمت واخدت الشاكت في حضنها وشمت راحت بارفانو راحت بارفانو تخطف واخدت الشاكت في حضنها ونامت مبتسمة والتاني يوم نزلت نهر وراحت النادي وكانت بتلعب رياضة وقرب منها يونس وجر جنبها ايه انفع شركك الجارية دي ونهر بصت له باللا مبالاه وكملت جاري وجر وراها يونس وقال لها استني عايز ايه عم انت في ايمالك اول ما لقيت واحدة موزة ريلت على نفسك ايه ده هو في ايه ده انت طلعت بيها قوي قوي طب غر من خلقتي علشان لساني بيها اكتر من كده وممكن اشار شحلة انا قلت شركك تدريب يعني مش حاجة يعني ما بحبش حد يقطع لحبل تدريبي ايه الكلام الغريب ده يلا يلا من هنا احسن افتح لك غرزة في وشك ما فيش دكتور يعرف يخياتها ده انت مسخرة قوي طب يلا وريني عرض اكتفك يا خويا ويونس زحك عليها وكملت نهر تدريبها وراحت تلعب تنس وكان اللي قدامها يونس رفضت نجري سوا ودلوقتي اديكي جاية تلعب قدامي ما كنتش عرف انك انت اللي قدامي انا بطلت لعب خلاص يبقى انت ضعيفة في اللعب وخايفة لعبك اشوف فشلك الفضيع ده انا هكسبك بلاش انت تلعب قدامي وانا قد التحدي وانا كمان وبدأت تلعب تنس مع يونس ونهر بخبص حدفة القورة على دماغ يونس ابس يا بطة طلعت فشل اوي يا حرام ودخل بسدرك اوي كانك جاكشان لا 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 انت كده غدرت احنا فينا من الغدر الغدر موجود على طول على فكرة قلت كلمة صح وقال في سره وانت هتشوف اعمل فيك ايه يا ساتنا لازم تتعذبي واشوف وضع اختك عليك هو خلصوا لعب ونهر اللي كسبت ابقى اتعلم بدل ما انا اثبت فشلك الفضيع الحقيقة عبارة عن مكسب وخسارة وعشان تكسب على طول لازم نتعرر للخسارة اكتر عشان نتعلم منها اه يا حرام وطلعت حكيم يا والا ومشيت من قدامه وهي بتضحك هو قفها صوته وقال هتجي النادي تاني امتى فاحلمك يا اخويا ومشيت من النادي وهي عملة تضحك ورجعت الفيلا ويونس رجع بيته وقال الخطوة دي كويسة او يا نهر لازم تتضمري واتعياطي بدل الدموع دم يا حلوة هو اتمر الايام وامران كان بيوصل ماسة ويجيب ماسة من التصوير ونهر كانت بتقابل يونس في النادي بالصدفة ونروح عندي ماسة سر واتقرب منه وقال في تصوير في شرم الشيخ هنفضل هناك قد ايه ممكن اسبوع ممكن اكتر تمام هزبط اموري وعرفني معاد السفر السفر بكرة اماسة خلاص ماشي وخلصت وخرجت وركبت العربية وكان عمرا بيسؤلها مالك سرحانة في ايه ايه اللي حصل المفروض هسافر بكرة شرم الشيخ عند تصوير هناك ايه تسافري ازاي يا ماسة انا تعودت اشوفك على طول ممكن سافر معاك اه اكيد ممكن خلاص يبقى سافر معاك يا ماسة وماسة ابتسمت ورجعت الفيلا جاهل شنطتها وعمران راح يجاهل شنطته ونهر قالت لها بقى هتسافري يا ماسة عندي تصوير يا حبيبتي ما انت عارفة شغلي تيجي معايا لا ما بحبش اجواء التصوير والدوشة خلاص انا هفضل هنا مش هتأخر عليك كلمي دانا تيجي تقعد معاك ماشي وجهزت الشنطة وودعت اختها ونزلت ماسة لقى عمران في انتظارها وراحوا على المطار ووصلوا شرم الشيخ ونزلوا في الفندق وكان عمران في القودة اللي جنب ماسة على طول وضبطت ماسة هدمها والباب خبط وكان عمران ودخلها الممثلة العظيمة عامل ايه الحمد لله كويسة وانت يا عمران عامل ايه كويس اوي كفاية انه قدامك يا ماسة شكرا ليك منساية معرفتك وانا بتعبك معايا وجه سروة وقال لها يلا يا ماسة ورانا تصوير وماسة هزت دماغها وجهزت نفسها ونزلت التصوير وكان مشهد رومانسي قدام البحر وماسة طلعت تجري على البطل اللي قدامها واترمت في حضنه وقالت له ياه يا وليد ما تعرفش انت وحشتني ازاي يا وليد بجد انا من غيرك ولا حاجة هي كل اللي ليه في الدنيا دي وانا بحبك اوي يا ذليدة هو بقدت عنه ماسة وبصت في عينه وقالت له قدرت تسحر قلبي بحبك يا وليد لو حد سحرني فهو انت يا حبيب وعمران كان واقف بيتفرج عليها وحس بالغيرة الشديدة على ماسة وخلصت ماسة التصوير وعربت من عمران ايه رأيك في الاداء كان كويس ولا ايه انت العظم ازاي تسألي على حاجة زي دي بجد شكرا اوي ليك وعمران خدها واتمشى معها وعد قدام البسين وقلعت القدش ونزلت رجليها في البسين وفضلت تهز في رجليها وعمران قال لها مجنونة والله يا موثلتي بحب الجنان اوي على فكرة وعمل عمران زيها ومد ايده في البسين وبدأ يرش عليها المية لا ما ادارش وضحكت علي ماسة وطلعت قضتها وكانت مبسوطة اوي وماسة قعدت على السرير وبتقول ايه ده مالك يا ماسة في ايه ايه التغيير اللي بحصل في حياتك ده اخرتو اي يا ماسة وقامت ماسة وراحت وقفت في البلقونة وكانت سرحانة والهوى بيلعب خصلات شعرها وكانت مبتسمة اوي وفتحت درعتها للهوى واو الهوى هايل يرد الروح بجد وفجأة قرب شخص وزق ماسة من البرندة وماسة صرخت مرة واحدة وفجأة حصل لها تفتكروا من اللي حاول يزق ماسة وهل ماسة ممكن تقع ويحصل لها حاجة ويونسنا ويعمل ايه في نهر وبكده تكون خلصت حلقتنا النهار ده انتظرونا وقبل ما تمشوا تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت الجميل اللي بحبوا منكم ودومتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته